السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام في هذا الفيديو سوف نتعرف على الشكل والتطبيقات الكتابية الواحدة الرابعة الوسبوع الثالث عشر المستوى السادس إتدائي إذن عنوى النص هو التلوث يعني بعد أن نقوم بكتابة قيط عمل هذا النص على الصبوة نقوم بشكلها نمر إلى الفهم أنا غالبا أطالب التلاميذ بالإجابة على الأسئلة أولا ثم أخيرا الإجابة على الشكل باش يقرأوا النص مزيان ويعودوا يقرأوا ويفهموه عادي شكله يعني من الأفضل نخليه السؤال تلك الشكل هو في الأخير حتى يقرأوا التلاميذ النص مرة وجوجه يجاوبوا على الأسئلة ويزيدوا يفهموه عادي شكله إذن بالنسبة للشرح كلمات الضوضاء مخلفات فضلات الساخبة بالنسبة للساخبة فهو الصوت المرتفع أو الأصوات العالية الفضلات بقايا مخلفات أيضا تهيئة قد نقولها مثلا بقايا بقايا نعم بقايا الضوضاء والضوضاء فهي الأصوات المرتفعة أو الضجيش يعني أغلب أغلب يعني الكلمات التي يجيبها المتعليمين فهذا الشرح اللي كانت قريبة للجواب كان قبلها إتي بضد الكلمتين الآتيين الهدم وسيء الهدم هو قد نقول البناء سيء هو حسن أو جيد لما أعتبر التلوث من عوامل هدم الحياة يعني لأنه كسبب مشاكل اكتيرة التنفس كيلووت الماء يعني هدم الحياة البحرية يعني مجموعة من الأشياء اللي يقوم بهالتلوث جاءت في هذا النص ما أسبب تلوث الجوي والمائي والصوتي أسبب تلوث الجوي المصانع والسيارات أسبب تلوث المائي مخلفات الصناعة وفضلات السفن أما التلوث الصوتي فمن أسبابه الموسيقى الصاخبة والمركبات والطائرات النفات بالنسبة السؤال الأول في تطبيقات استخرج من النص الجمل التي فيها توكيد وصنفها حسب الجدول الآتي إذن الجدول عندنا هو هذا كينا الجملة المؤكد والمؤكد ثم نوع التوكيد من بين الجمل ورد في النص في أنحاء العلام كله الهواء الملوث جميعه وكثيرة كثيرة بالنسبة للجملة الأولى فالمؤكد هو العالم المؤكد هو كله فهو توكيد معنوي يعني جاء باللفز ديه كله فهو توكيد معنوي الهواء الملوث جميعه أيضا المؤكد هو هنا عندنا الهواء ثم المؤكد جميعه فهو توكيد معنوي كثيرة كثيرة هنا تكرار اللفظ المؤكد هي كثيرة الأولى المؤكد هو كثيرة التانية فهو توكيد اللفظي الذي يكون بتكرار اللفظ بالنسبة الثانيا أتمم الجملة الآتية بوضعك توكيد مناسب مع الشكل التام يعني توكيد كيف ما كان إما لفظي أو معنوي كونسة الأزيقة قدرنا نقول كلها أو جميعها زرت يمكن أيضا نعود اللفظ كونسة الأزيقة الأزيقة زرت الحديقة وشاهدت الحيوانة جميعها اجعل حيك ومدينتك كلاهما هنا مش كليهما كلاهما نظيفين استعمل السؤال الثالث استعمل كل كلمة من الكلمات الآتية توكيدا في جملة مفيدة كلتهما يعني غالبا سيكون اسمين مؤنثين مثلا قدرنا نقول أمي وأختي مثلا زارة كلتهما سافرتا جميعهم أيضا ثم كلهم يعني الاسم سيكون هنا قبل منه مؤنث كلاهما اسمين مذكرين ثم نفسه هل الكلمات سيندرها في جمال ثم ربيعا الإعراب ساهم التلاميذ والمدرسون جميعهم في أسبوع البيئات ساهم كما تعلم فهو في الماض التلاميذ فاعل وهو حرف عفت المدرسون التلاميذ فاعل مرفوع وهو حرف العطف المدرسون اسم معطوف جميعهم فهي توكيد معنوي في حرف وجر وسبوع اسم مجر وهو مضاف البيئة مضاف إليه ثم نأتي صرف التحويل في جدول في أفعال المجردة والأفعال المزيدة بالنسبة للأفعال المجردة من بينها نجد وجد في النص ثم سألة ثم مات من بين الأفعال المزيدة في النص فنجد سبب وحطمة هنا المزيدة بتضعيف فعال وفعال ثانيا مع حرف زيادة في كل فعال الأفعال آتية يعني غالبا لكي نعرف حرف حرف زيادة نحاول الوزن ديال هنا يستفعل وكي نلقى أن حرف زيادة الألف والسين والت تدبر تفاعل يعني كين الت والشدة كنلاحظوا مثلا تدبر 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 إلا حاول الوزن ديال تفاعل كنلقى الأحرف اللي زائدة كين الت تا 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 وشدة تا وشدة هما لزيدين في هذا الفعل كلمة فاعل أيضا شدة ينحرف زيادة ثم تفتق تفاعل حرف زيادة تا والشدة اجعل أفعال مجرد الآتية مزيدة عندنا مثلا هذا قدروا نقول استنهض عدم إن عدم ململة تململة صرفة قدروا نقول إن صرفة و اقشعرة قدروا نقول لها اقشعرة إذن هذا هو الضرزيل تطبيقات الواحد الرابعة الأسبوع الثلاث عشر وانتمنى لكم التوفيق لجميع إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم